يلا بينا بقى نبدأ ونعمل الفقاسة وخلكم معاي خطوة بخطوة عشان تعملوها في البيت وتجربوا الموضوع ده عشان الموضوع ممتع الصراحة وجامد طبعا بقى دي تجارب الاولى معاكوا اكيد فرحتوا بالنتيجة دي عشان ايا كمان فرحت اقوي بالنتيجة دي وطلع لك كتاكيد انا ما كنتش متأكد ان ايطلع بس طلع الحمد لله فقمشوا ورايا بالزبط بالخطوات اللي انا هقولوكو عليها عشان يطلع لكو كتاكيد حلوة زي دي فيلا بينا بقى اهلكو خطوة بخطوة اول حاجة طبعا بنجيب بتاعة البيت دي عشان نحط جواها البيت وطبعا دي اهم حاجة في موضوع وصلة النور دي ودي بتجيبها من عند اي كهربائي طبعا بتاعة المية وكرتونة كبيرة جدا عشان تقدر تسيعي البيت يلا بينا بقى نقفل الكرتونة كويس عشان ما يدخلهاش اي هوا ولا اي حاجة ضر ليه وطبعا لازم بقى نمسكها بالبلاستر عشان ما تتفكش وتكون القاعدة بتاعة الكرتونة نشفة وقوية عشان ما تتحركش ولا تتفتح مننا ولا يوع منها اي حاجة وزي ما انتو شايفين بنقفلها من العرض وبنطول عشان تفضل ماسك نفسها وزي ما قلتلكو عشان ما يخشلاش كمان اي حاجة او هوا او اي حاجة وبجد اول مرة اعمل فيديو تعليمي يكون طويل كمان ويا رب اكون فتكم بكل حاجة قلتها وما تكونش حاجة صعبة عليك وكده بقى تأكدنا ان الكرتونة تمام يلا بينا بقى نبتدي الخطوات التانية هنحفر هنا بقى ونعمل اللمبة بتاعة الكرتونة وهنبتدي بقى ناخد المقاس بتاعة الدوايا بتاعة اللمبة عشان نبتدي ندخل اللمبة جوة الكرتونة ولازم ناخد المقاس بالزبط ولا يكون كبير اوي ولا صغير اوي وبجد انا متحمس جدا دي للطريقة ليكو عشان بجد انا نفسي اوي يطلع لكو كتاكيد زي ما طلعلي كتاكيد وأنا حاسس أنه يطلع لكم كتاكيد زي ما طلع له طبعا بقى كده خلصنا وهندخل الدوايق جوه الكرتونة والحمد لله جد بالظبط بس أنا عملتها في النص بالظبط يا ريتني كنت عملتها فوق سيكا بس يعملوها أنتوا بقى فوق سيكا شوية ما تخلوهاش في النص بالظبط زي ما أنا عملت كده نتأكد بقى أن هي دخلة وخرجة كده بالظبط عشان أنا ما نيجي انشيلها ونحطها تكون سهل الموضوع ونشيل طبعا الحتة دي عشان ما تولعش فينا طبعا بقى لازم نبعد اللامبة عن الكرتونة عشان بيطلع منها حرارة كوية فما تحرق لقناش الكرتونة وتحرق لنا البيض ويبقى بيد مسلوق وماشوي طبعا بقى هنعمل بروفا كده لازم اللامبة تكون بعيدة عن المية بحبة حلوة وهنجيب طبعا بتاعت البيض اللي هتحط فيها البيض عشان يبقى كده كملت وبصوا شكلها بقى كده يلا بينا بقى نخش في الجد يا جميع حطينا اللامبة وهنتدي بقى ان احنا نحط البيض في البيضة دي وطبعا بعد ما نحط البيض في البيضة دي هنضلق مية هنا طبعا بقى دي اللحظة الممتزرة اللي هنجيب فيها البيض المخصب ونحطه جوه الفقاسة وطبعا دي اهم خطوة في الموضوع بعد طبعا التاريخ وهنعلمه بقى كده عشان مرحلة التقليب تبقى عارف ان تقلبت اني ومقلبتش اني وطبعا زي ما انتوا شايفين بقى حطيت كمية البيض دي بس طفيت اللامبة بقى وابتدت ان انا اصب المية والمية دي مهمة جدا يا جماعة من غيرها الموضوع مش هيتم ليه بقى لان البيضة بتحس انها تحت امها لان المية مع الحرارة بتطلع بخار كده فبتحس البيضة انها تحت امها وبكده دي بقى بداية الموضوع ان احنا خلصنا كل حاجة وهنقفلها بقى قفلة حلوة كده محكمة وطبعا عشان الموضوع يتم لازم تحط الكرتونة دي في قوضة تكون مقفولة لا فيها رجل خارجة ولا دخل عشان ما تتخبتش كده ولا كده وطبعا لازم يكون شخص واحد هو اللي متابع الموضوع طبعا بقى زي ما انتوا شايفين ده بعد ثلاثة ايام ما جيتش جنبيهم خالص يلا بنا بقى نتطمن عليهم ونشوف شكلهم يبقى عامل ازاي اول ما فتحت الكرتونة حصب بصهد خفيف اوي كده خرج على وشي وطبعا لازم يكون في الموضوع التلمومتر هتقول ليه ليه التلمومتر يا مصطفى عشان تقيس درجة الحرارة طب درجة الحرارة هتكون ايه يا مصطفى لازم تكون ما بين السبعة وتلاتين او التمانية وتلاتين وطبعا دي بقى مرحلة تقليب البيت دي مهمة جدا بجد مرتين في اليوم لا اكتر ولا اقل عشان موضوع يتم على خير طب انت بتستخدم تلمومتر ايه مصطفى هو ده التلمومتر اللي انا باستخدم به لازم يكون درجة الحرارة ما بين 37 او 38 وما تجوش جنب البيت خالص الا في اليوم الثامن وتتطمين انه هو بقى مخصب ولا لأ ومش كل شوية تمسكوه هو في مرحلة التقليب بس وطبعا ده بقى بعد اليوم الثامن بيبقى فيه عروق كده زي ما انتوا شايفين سبحان الله ده بقى بداية الجنين الكاتكوتي لجوه البيضة بجد يا جماعة سبحان الله وبجد ما شاء الله تبارك الله بصوا يا جماعة شكله عامل ازاي بقى قبل الفقس بكام يوم جوه وبيتحركوا وبصوا وقبل ما يفقس بتلت يام ما نجيش جنب البيت خالص وقبل ما بقى مجس يعني ما بنجيش جنب البيت اول تلت يام من التفقيس واخر تلت يام من الفقس وطبعا بقى لازم تتعبوش بقى عشان توصلوا للنتيجة الحلوة دي وتشوفوا كتاكيد بقى ظهرت قدامكم كده وهي دي بقى الخطوة النجاح يا جماعة بجد هي نجاح عشان انت حاولت وجربت وطلع النتيجة دي معاك فانت كده جامد بصوا بيأكل من ايه دي ازاي بجد كيوت اول عصر واتمنى بجد تكونوا استفدتوا بقى من الموضوع ده بجد وتجربوا بقى وتقولولي انتوا جربتوا ولا لا وانا بقى كانوا نايميني هلا يا جماعة بقى السلام